موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية والبداية بالعناوين الحكومة تعلن بدئها بتسريع عملية دمج المقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن موسيقى مقتل وجرح ستة وأربعين عنصرا من الانقلابيين في تعز واستشهاد ستة من المقاومة موسيقى خواصل اشتباكات العنيفة بين المقاومة الشعبية بمريس ودمت وبين الانقلابيين موسيقى مرحبا بكم قالت الحكومة إن الجهات المختصة بدأت تنفيذ عدد من الإجراءات لتسريع عملية دمج المقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن وأوضحت الحكومة في بيان صحفي أنها بدأت بدمج المقاومة الشعبية بشكل تدريجي في الجيش الوطني والأمن طور التشكل وأنها فتحت معسكرين للإستقبال والتدريب منذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بهذا الشأن وأشار البيان إلى أن عناصر المقاومة الشعبية الجاري تدريبهم وتأهيلهم سيتم ضم المتخدجين منهم لقوام الألوية العسكرية في إطار المنطقة الرابعة التي تضم محافظات عدن ولحج وأبيا والضالع وتعز وأكدت أن عملية التجنيد والالتحاق بالجيش الوطني مستمرة وتتم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة لشروط القبول في القوات المسلحة واعتبرت أن دمج المقاومة الشعبية بمؤسستي الجيش الأمن من الخطوات الهامة التي شرعت في تنفيذها منذ مدة وتعد خطوة أولى في المسار الوطني كما أكدت في البيان أنها مستمرة في تنفيذ هذه الخطوة لتكون الحكومة بذلك نفذت التزاماتها باستيعاب عناصر المقاومة الشعبية في المؤسستين العسكرية والأمنية ونقلهم من الإطار الطوعي والشعبي إلى الإطار المؤسسي قتل تسعة عشر وأصيب سبعة وعشرون من عناصر ميليش الحوثي والمخلوع اليوم في مؤجهات مع المقاومة الشعبية في تعيس كما ارتقى ستة شهداء وجرح تسعة وعشرون من أفراد المقاومة الشعبية إضافة إلى استشهاد أربعة وجرح ثلاثة وثلاثين من المدنيين جراء القصف العشوائي الذي تشنه الميليش الإقلابية على الأحياء السكنية هذا وصد الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية بالضباب غرب المدينة هجوما شرسا شارك فيه العشرات من عناصر الميليش والعديد من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة وأجبر رجال الجيش والمقاومة الشعبية عناصر الميليش على التراجع إلى مزارع محمد علي عثمان بالمسراخ وتكبدت الميليش العديد من القتلى والجرحى في صفوفها إيمانا بالدور الريادي للمرأة في قيادة مشروع التغيير ودعم مسيرة المقاومة الشعبية ضد ميليش الحوث والمخلوع صالح أقيمت اليوم في ساحة الحرية بتعز جمعة الوفاء لشهيدات المشاركون في هذه الجمعة أكدوا على السير على درب شهداء وشهيدات الوطن من أجل تحرير كل اليمن من الميليش الانقلابية وبناء اليمن الجديد يمن السلام والعيش الكريم وأكد خطيب الجمعة الأستاذ توفيق عبد الملك إن تعز لن تنسى مجزرة قوات المخلوع صالح بحق النساء في الحد عشر من شهر نوفمبر 2011 ولا أي من المجازر التي ارتكبتها الميليش الانقلابية بحق جميع أبناء تعز رجالا ونساء وأطفالا لن ننسى شهيدات 11-11-2011 شهيدات ساحة الحرية في مدينة تعز تلك الشهيدات ألا سقطنا بقصف المخلوع صالح لساحة الحرية ذلك القصف الذي شاهده الجميع على مرأة ومسمع من الجميع عبر وسائل الإعلام المختلفة أولئك الشهيدات ألا سقطنا وصطرنا للتاريخ بدمائهم وصطرنا للتاريخ دور المرأة اليمنية في الكفاح دور المرأة اليمنية في النضال دور المرأة اليمنية المشاركة في ثورة التحرر إن الحوثي قوة احتلال وتدمير لا قوة بناء وتعمير لا يمكن لقاتلٍ أن يمنحك الحياة لا يمكن لمجرمٍ أن يحقق لك الأمن لا يمكن لانقلابيٍ أن يعطيك الحرية والعدالة والكرامة لا يمكن لكاذبٍ أن يمنحك الصد ها هو الحوثي يدين الدعم السعودي لليمن وهو الذي فتح الأجوال وهو الذي فتح المطارات وفتح الموانع لاستقبال شحنات الأسلحة القادمة لقتل اليمنيين جواً وبرا ها هو الحوثي يدين التدخل السعودي في اليمن وهو الذي يؤيد التدخل الروسي في سوريا وهو الذي يبحث ليل نهار عن تدخلٍ أجنبيٍ في اليمن ها هو الحوثي ينتقد السياسيين المقاومين في الرياض وهو الذي يرسل سياسيه ومندوبيه إلى موسكو وغيرها من العواصم الأجنبية أول تقاريرنا في ملفنا الجديد من مديرية مشرعة وحدنان التي تحتضن جهوداً شعبية كبيرة مسنودة بدعمٍ من المقاومة الشعبية والجيش الوطني لفتح طريق شريان الحياة لمدينة تعز حيث تجري الاستعدادات على قدمٍ وساقٍ لفتح طريقٍ جديدة تربط مدينة تعز مباشرة بعد إغلاق الانقلابيين لبقية منافذ المدينة وعزلها عن المحافظات المجاورة نتابع طريق مديرية مشرعة وحدنان باتجاه شريان الحياة الوحيد لمدينة تعز والتي تعمل المعدات ليلة نهارٍ على فتحها وتسابق الزمن خدمةً من المنطقة وللمدينة المحاصرة عنا ليل بنهار مع المواطنين وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هم متعاونين رغم أنهم من سنة الثلاثة وثمانين وهم يريدون أن يشقوها ما استطاعوا لمجلس محلي ولا مشايخ ولكن في هذه الأيام أحس بأن المسألة مسألة إنقاذ المدينة التعز والمواطنون هم متعاونون إلى أبعد مدى وخاصة بتقديم الأرض العزيزة والغالية عليهم نشراء أحدنا الآن كلها على قدم النساء كلها ورشا قائمة لفتح الخط الاستراتيجي والممول لمدينة التعز لكسر هذا الحصار الذي عمل عليه الحوثي وعلي عبدالله صالح لمدة الشهر هذا الحاجز العملاق الذي بنيه حول مدينة التعز نحن نوعدكم بأنه من خلال هذه المدينة سيتم فتح هذا الحصار إن شاء الله نحن نقوم بواقب وطني في سبيل كسر الحصار المفروض من قبل الماليشيات الإنقلابية المقوسية الكهنودية على المحافظة التعز وهذا واقب نقوم به وسوف نستمر بحماية هذا الواقب إن شاء الله إلى حال تحرير المحافظة ورسالتي للشرعية بأن موضوع القرار الثلينة ثلاثة عشر لم يعد يتوافق مع ما نحن عليه على الساحة اليمنية نطلب من الشرعية أن تعد المقاومة هي الشرعية وهي الخيار كان مخططا لهذه الطريق أن تفتح قبل سنوات ولكنها تعثرت اليوم مدينة تعز بأمس الحاجة لها فقام أبناء المنطقة وبتعاون كل قيادات المقاومة عن البدء بشقها لتكون شريان حياة لما يقرب من مليون مواطن محمد يوسف لقناة سهيل تعز دخل الوضع الصحي بتعز مرحلة الموت السريري أو بتعبير آخر وصل مرحلة توصف بالأخطر في ظل الحصار المفروض على مداخل المدينة من قبل ميليشي الحوثي والمخلوع منظمة مواطنة تابعت عن كثب ما آل إليه الوضع الصحي بتعز من خلال فريق ميداني رصد حجم المشكلة بالحقائق والأرقام نتابع وصفت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان والوضع الصحي في تعز بالمريع مؤكدة أن استمرار الحصار الخالق حرم المدنيين بقايا الخدمة الطبية وأكدت مواطنة أن الحصار الذي تسبب منهيار الخدمات يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وخرقا واضحا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب وقام فريقا من موظمة مواطنة بتفقد الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز خلال الفترة 28 وحتى 31 أكتوبر الماضي ولفت أن ما تبقى من مستشفيات المدينة تعيش أوضعا خاسية من احتضار والتدهور المريع في الخدمات نتيجة عدم المواد العلاجية والتشغيلية الأساسية فيها والتي تمنع قوات الحوث وصالح وصولها إلى هذه المستشفيات وتحضر دخولها عبر النقاط والممرات الرئيسة التي تسيطر عليها الميليشيا والتكى فريق المنظمة مع مسؤولي أربعة مستشفيات المستشفى الجمهوري التعليمي وهيئة مستشفى الثورة العام ومستشفى الروضة ومستشفى الصفوة وهي أهم المستشفيات العاملة بالمدينة في الوقت الحالي وأجرى الفريق الميداني لمنظمة مواطنة مع المسؤولين في المستشفيات الأربعة استبيانات انكشفت عن التدهور الذي وصلت إليه المستشفيات بعد الحرب الأخيرة من قبل ميليشيا الحوتي وصالح وتحدث مسؤولنا في المستشفى الجمهوري بتاعزل فريق موطن الميداني أن الطاقة الاستيعابية في الظروف الطبيعية للمستشفى قبل اندلاع الحرب في مارس الماضي كانت حوالي 500 سرير وبكادر يقدر ب600 موظف في حين تضاءلت قدرات المستشفى في أكتوبر الماضي إلى 80 سرير وبكادر يقدر ب3% أي لا يتجاوز العشرين موظف من جملة 600 موظف كانوا يزاولون عملهم قبل مارس الماضي وقال سهيل الدبحاني مدير مستشفى دوضة بتاعزل ميليشيا الحوتي وصالح احتجزت في 23 سبتمبر الماضي شحنة أسطوانات الأكسوجين الخاصة بالمستشفى في نقطة التبتيش في منطقة بيرباشة التابعة لجماعة الحوتي وتم إشعار الموظمات الدولية المعنية بذلك لكنه لم يتم الإفراج عن الشحنة حتى مجريات هذا الحوار في 31 أكتوبر الماضي واشار الطبيب أحمد الدميني مدير قسم بمستشفى الثورة العام بتاعز لتقلص الطاقة الاستيعابية في المستشفى من بعد الحرب إلى 600% وأنه بسبب الحصار المفروض على المدينة لتصل إلى المستشفى المحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسوجين وذكر الدميني أن أجهزة ومواد مستشفى الثورة بتاعز تتعرض بشكل مستمر للاحتجاز من قبل ميليشيا الحوتي وصالح الأمر الذي بدوره يعطل خدمة المستشفى وفي ذات السياق قال الدميني مدير قسم بمستشفى الثورة بتاعز إن كمية المحروقات للمستشفى ما زالت محتجزة في مخازر شركات النفط اليمنية لأكثر من شهرين وبدوره حذر مرتضى الهويش مدير عام مستشفى الصفوة بتاعز في مقابلة مع موطنة حذر بمتماد في احتجاز مادة الأكسوجين على المستشفى من قبل ميليشيا الحوتي وصالح لأن ذلك سيوقف أقسام العناية المركزة وغرف العمليات وهو الأمر الذي قد يتسبب إلى خلق كاملا لحياة جميع المستشفيات وأكد فريق موطن بعد نزوله الميداني أن ما تقوم به جماعة الحوتي وقوات صالح يخالف بشكل واضح اتفاقية جنيب الرابعة وتحديدا المادة السابعة عشر والتي تنص على ضرورة قيام أطراف النزاع بإقرار تقليبات محلية لنقل الجرح والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة ولمرور رجال جميع الأديان وأفراد الخدمات والمهمات الطبية إلى هذه المناطق ودعت رضي المتوكل رئيسة منظرة مواطنة لحقوق الإنسان قوات جماعة الحوتي وصالح سرعة الاستجابة للحالة الإنسانية المريعة في المدينة ورفع الحصار عن المواد الأساسية للحياة بشكل عام ورفع الحضر عن المواد العلاجية والتشغيلية للمستشفيات بشكل خاص والكث عن سياسة العقاب الجماعية التي تخاطر بحياة المئات من المدنيين العزل مؤكدة المتوكلة أن حالة مستشفيات مدينة تاعز بلغت مستويات في غاية الخطورة وأصبحت جميعها في دائرة الانهيار مع استمرار الحصار الخانق الذي تبرضه قوات الحوتي وصالح على المدينة منذ نحو شهر من عمل الزيارة في أواخر أكتوبر الماضي سقط قتلى وجرح من ميليشي الحوثي والمخلوع في هجمات للمقاومة وغارات لطائرات التحالف في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وأفادت مصادر في المقاومة الشعبية أنهم شنوا هجمات على مواقع الميليشي الحوثية في مناطق الشازبي وجبل الجرين في مديرية ذي ناعم وتمكنوا من تدمير تقم للميليشي بمنطقة الشازبي أسفر عن سقوط قتلى وجرحة إلى ذلك شن طيران التحالف غارات جوية استهدفت آليات ومواقع لميليشي الحوثي وعصابات المخلوع في منطقة جهيد بصباح في مديرية ذي ناعم فشلت ميليشي الحوثي والمخلوع اليوم في الوصول إلى عزلة الشعور بمديرية حزم العدين من جهة زاحر من مديرية القفر بعد أن استقدمت تعزيزات لها من تكناتها في محافظة ذمار ومدينة إب ودارت اشتباكات عنيفة بين الإنقلابيين وأفراد المقاومة الذين كبدوا الميليشي خسائر في الأرواح والعتاد حيث سقط ثلاث قتلى منهم وعدد من الجرحة بحسب مصادر صحفي محلية وما زالت تدور مواجهات عنيفة بين الطرفين حتى عصر اليوم في حين يحاصر رجال المقاومة تلك التعزيزات للميليشيا في نقيل جبل الصلفاح الرابط بين الشعور بحزم العدين وممسى زاحر القفر القيادي في المقاومة الشعبية بحزم العدين الشيخ فيصل الشعوري يؤكد أن المقاومة في الحزم تتمتع بمعنويات قتالية عالية رغم قلة الإمكانات وأن الميليشيا تتكبت خسائر كبيرة فادحة في العتاد والأرواح زراء الصمود البطولي لرجال المقاومة في حزم العدين لأكثر من ثلاثة أشهر مشيدا بقصف طيران التحارف العربي لأوكار الميليشيا التي كان آخرها استهدافهم في عزلة بني شبيب قبل أيام وشكر القيادي الشعوري قيادة التحارف العربي على مساندتهم للمقاومة في الشعور داعيا إلى المزيد من الضربات الجوية وقصف الأهداف التي تتمركز فيها الميليشيا في الحزم ودعا الشيخ الشعوري أبناء المقاومة في الحزم وحبيش والقفر وجميع مدريات محافظة إب إلى العمل الجاد والتنسيق المثمر لاستعادة الدولة من سيطرة الميليشيا شنت طائرات التحارف العربي فجر الجمعة غارات مركزة على مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوة في مديرية الخوخة الساحلية جنوب مدينة الحديدة وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان إن الغارات استهدفت مناطق زراعية يعتقد أن الميليشيا الانقلابية تستخدمها مخازن للأسلحة والذخيرة كما شنت غارة أخرى على تجمعات لميليشيا في فندق شاطئ الخوخة اختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع فجر اليوم الشيخ عبد الله محمد منصر شقيق قائد مقاومة الزرانيق الشيخ يحيى محمد منصر كما اختطفت عشر آخرين لدى اقتحامها فجر اليوم لقرية الجربشية الجربشية عفوا في الزرانيق بمحافظة الحديدة وقال شهود عيان إن ميليشيا الحوثي والمخلوع اقتحمت قرية الجربشية بعدد من الأطقم والسيارات في الزرانيق بمديرية بيت الفقي بمحافظة الحديدة وسنت حملة اعتقالات لشباب القرية واقتحمت المنازل وروعة النساء والأطفال وتنفذ ميليشيا الحوثي والمخلوع حملة اعتقالات في عدد من مديريات الحديدة وخاصة من رفضوا التوقيع على الوثيقة الحوثية التي تحرض على القتال والعنف والإرهاب تشهد منطقة موريس بالضالع مواجهة عنيفة بين الرجال المقاومة الشعبية وقوة الجيش الوطني من جهة وبين ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع من جهة أخرى وقال مصدر في المقاومة إن رجال المقاومة تمكنوا من صد هجوم عنيف للميليشيا من جهة القهرة وكبدوا المعتدين خسائر في المعدات والأرواح كما تمكنت المقاومة من تدمير طقمين ومقتل كل من فيه كل من على متنها من متنهما من الميليشيا التي حاولت التسلل إلى منطقة غول الديمة على بعد نحو أربعة كيلو متر من معسكر الصدرين هذا وكانت مواجهة اندلعت ظهر اليوم في مدينة دمت القديمة بين المقاومة وميليشيا الحوثي أسفرت عن استشهاد اثنين من المقاومة ومقتل عدد من الانقلابيين بعد منع المقاومة للميليشيا الحوثية من نصب نقطة تفتيش في المنطقة واندلعت الاشتباكات بعد محاولة النقطة الحوثية نزع سلاح مواطنين ومنعهم من المرور بأسلحة من النقطة إلى منازلهم قريبة ومقتل شخصين منهم وتدخل أبناء القرية ورجال المقاومة الذين بادروا للرد على ممارسة الانقلابيين ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى ساعت كتابة هذا الخبر إلى ذلك أكد رجال المقاومة في مريس على المضي في خيار المقاومة حتى تطهير اليمن من الميليشيا الانقلابية وتوعد رجال المقاومة الشعبية المرابطين في محيط مع معسكر الصدرين بمنع أي تقدم للانقلابين باتجاه المعسكر مطالبين قوات التحالف بتكثيف دعمها ومواصلة الغارات على الأليات العسكرية للانقلابيين ومعسكر الصدرين عصي بشبابه وبرجال المقاومة الأوفياء لن يستطيعوا إن شاء الله أن يسقطوه سنعمل بكل ما أوتينا من قوة على حماية وحماية منطقتنا من الحوافيش والحواثة استهدفت المقاومة الشعبية في إقليم آزال ميليشيا الحوثي والمخلوع بمحافظة ذمار بتسع عمليات هجومية منفصلة استهدفت مقرات وتجمعات ودوريات للميليشيا حيث هاجمت مقاومة آزال مقرا لميليشيا الحوثي والمخلوع قرب السجن المركزي بمدينة ذمار كما استهدفوا مقرا يملكه القيادي بالميليشيا حمود سباع بقنابل يدوية وفي عملية أخرى استهدفت المقاومة في آزال تجمع للانقلابين أمام منزل القيادي في الميليشيا عبد الكريم الحبسي وسط مدينة ذمار وأسفر الهجوم عن إصابة الحبس ونجله إصابات بليغة وفي عملية نوعية هاجم رجال مقاومة آزال نقطة تفتيش يتمركز فيها مسلحون على الطريق العام الذي يربط بين مدينة ذمار ومديرية عتمى غربا ما أسفر عن إصابة عدد من مسلح ميليشيا وفي مدينة معبر التابعة لمديرية جهران استهدفت مقاومة إقليم آزال مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية بثلاث عمليات هجومية كما هاجمت مقاومة آزال تجمعا للميليشيا وسط المدينة خصصا لاستقبال المسلحين الذين يتم استقطابهم وإرسالهم إلى جبهات القتال في عدد من المحافظات وتم الهجوم بقنابل يدوية وأسفر عن سقوط قتلى وجرح في صفوف الميليشيا وفي منطقة رصابة شمال مدينة ذمار سقط قتلى وجرح من مسلح ميليشيا الحوث والمخلوع مساء الخميس في كمين نفذته مقاومة آزال استهدف دورية تابعة للميليشيا على الطريق العام الذي يربط العاصمة صنعا بمحافظة ذمار وفي مديرية جبل الشرق آنس هاجمت مقاومة إقليم آزال بقنبلة يدوية وبالرصاص مقرا للميليشيا الانقلابية في منطقة بني أسعد يمتلكه قيادي في الميليشيا يدعى أبو صلاح وتستخدمه الميليشيا لتجميع مسلحها وفي مديرية عمس سقط جرح من مسلح ميليشيا الحوث والمخلوع في هجوم لمقاومة آزال استهدف تجمع لميليشيا الحوث والمخلوع قرب قرية الوشل بمديرية عمس نعت دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح إلى نساء اليمن والوطن العربي والإسلامي الداعية الإسلامية والمربية الفاضلة ورائدة العمل الخيري التطوعي الأستاذ القديرة زينب أحمد العاقل التي انتقلت إلى رحمة الله الخميس بعد صراع مع المرض دام خمس سنوات وأشارت الدائرة في بيان النعي لأن فقيدة الوطن أبلت بلاء حسنا خلال فترة مرضها أبلت بلاء خلال فترة مرضها بلاء حسنا بصبرها عليه وما فتأت تعمل وهي في أحلك اللحظات وأشادت دائرة المرأة في الإصلاح بالفقيدة الراحلة وحياتها الحافلة بالإنجاز والعطاء في مجال التدريس وتحفيظ كتاب الله وتعليمه والدعوة إليه في كافة المحافل وتوجت ذلك بإدارة مؤسسة بلقيس للتنمية لتخوض العمل الخيري التنموي وفق برنامج مؤسسي أشرفت من خلاله على تمويل العديد من المشاريع التنموية والخيرية وإدارتها ولفتت إلى إسهامات الفقيدة زينب العاقل دوما في إصلاح ذات البين والتقريب بين وجهة النظر المختلفة وجمع الكلمة واعتبرت رحيلها خسارة للوطن وللمجتمع ونوهت الدائرة بالفقيدة التي أسمت مع شقيقتها الراحلة الأستاذ فاطمة العاقل رحمها الله في العمل الخيري من خلال مؤسسة جمعية الأمان لرعاية الكفيفات متحديات الإعاقة وفقدان البصر بالعمل الخيري حتى توفاهن الله وعبرت الدائرة عن تعازيها لأسرة وأقارب الفقيدة داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان أدانت نائبة رئيس شعبة الإعلام بدائرة المرأة في الأمانة العامة لتجمع اليمني لإصلاح هدية غليس ما أقدمت عليه السلطات الإنقلابية في صنعه من منع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد من السفر للمشاركات في مؤتمر عربي للمرأة وإدراجها ضمن قائمة الممنوعين من السفر وجددت في تصريح صحفي استنكار دائرة المرأة في الإصلاح لانتهاكاتها السافرة للحريات ومصادرتها للحقوق واستهدافها لمؤسسات المجتمع المدني من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع واعتبرت إن هذا الإجراء من قبل سلطات ميليشاوية إنقلابية يضاف إلى مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت هذه الميليشيا ضد أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم المرأة اليمنية التي تعرضت فعالياتها الاحتجاجية السلمية لاعتداءات همجية خارج عن الشر والقانون والعرف والأخلاق التي دأب عليها اليمنيون حيث لم تتعرض المرأة اليمنية للاختطاف إلا في عهد الميليشيا الهمجية فضلا عن أن المرأة اليمنية تعاني الويلات من نتائج حروب الميليشيا التي تشنها على المحافظة اليمنية ودعت منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية لسيا من المهتمة بحقوق المرأة إلى إدانة جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوث والمخلوق بحق نساء اليمن والعمل على وقف هذه الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة وأكدت أن مثل هذه الأعمال والممارسات الرعناء لن تثني المرأة اليمنية عن نضالها مع كل فئة الشعب اليمني من أجل استعادة الدولة التي تكفل الحقوق والحريات وملاحقة من ارتكب الجرائم أمام القضاء المحلي والدولي أطلق ناشطون سعوديون هاشتاغ مننا وفينا في تويتر في مبادرة لتعميق روح الإخاء بين الشعبين اليمني والسعودي ولاقت الحملة ردود أفعال واسعة من كبار المغردين السعوديين أطلق ناشطون سعوديون من النخبة حملت مننا وفينا من خلال هاشتاغ على تويتر للتعبير عن واصل المحبة والتلاحم بين الشعبين السعودي واليمني وشارك في الهاشتاغ مننا وفينا عدد من الأمراء والإعلاميين والكتب السعوديين في مبادرة لاحتضان الشعب اليمني ووسيلة لإيصال رسالة للمقيم اليمني مفادها أن الشعبين على قلب واحد هدفت حملة هاشتاغ مننا وفينا التي أطلقها عدد من نشطاء السعوديين لمواجهة الجهود الحثثة التي تبدلها إيران للإيقاع بين الشعبين اليمني والسعودي الأمير فيصل بن تركي رئيس لدي النصر غرد بالقول في كل زاوية من هذا الوطن كان للمواطن اليمني أثر فوجب علينا الشكر كما دعا بن تركي جمهور ناديه النصر إلى التعبير عن مشاعرهم تجاه اليمنيين قائلا إلى جمهور النصر الكرام أطلق مشاعركم الطيبة تجاه الشعب اليمني الكريم عبر مننا وفينا أما الممثل السعودي الشهير فيزر ماليكي فقد أطلق تغريدات من بينها لأصدقاء من اليمن كثير مننا وفينا أكسم بالله نعم الرجال ونعم الأخوة أحمد محمد الطويان الكاتب الصحفي بجريدة الجزيرة السعودية عبر عن مشاعره تجاه إخوانه اليمنيين بالقول اليمني والسعودي جسد واحد كان عدد كبير من الإخوة اليمنيين شركاء لنا في التنمية وستبقى هذه العلاقة الإنسانية متينة وقوية أنتم بحق منا نوفينا وأكدت الإعلامية مغير عبد العزيز مذيعة قلات العربية في حملة منا نوفينا على وحدة اليمن والخليج قائلة خليجنا متوحد بإخواننا اليمنيين اللي نعتبرهم جزء لا يتجزى من النسيج الخليجي ونوهت الإعلامية أحلام اليعقوب لمشاركة الشعب اليمني للسعودي بأهم الأمور في الوطن حيث قالت بالعلم تنهض الأمم تأكيدا أنكم منا نوفينا صفوف العلم تجمعنا كما هي صفوف النخوة والحرب عزكم من عزنا وشار الإعلامي سعد المطرف إلى إخلاص وفاء الشعب اليمني قائلا كل صديق يمني أعرفه في السعودية لديه صفة واحدة مشتركة وهي حفظ الجميل لا يعرف النكران أبدا هذا ولقت حملة هاشتاك من نوفينا التي أطلقها نشطاء السعوديون ترحيبا واسعا في أوسط المجتمع السعودي اليمني وتولت ردود الأفعال بشكل كبير على هاشتاك الحملة من نوفينا التي انطلقت مطلع الأسبوع نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها الحكومة تعلن بدءها بتسريع عملية دمج المقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن مقتل وجرح ستة وأربعين عنصرا من الانقلابيين في تعز واستشهاد ستة من المقاومة تواصل اشتباكات العنيفة بين المقاومة الشعبية بمريس ودمت وبين الميليشيا الانقلابية للمزيد يمكنكم متابعة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة